هذه هي الحلقة الثامنة بعد العاشرة من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الرسالة التي تستفهم عن آيات في الكتاب الكريم هذه الآيات تنهى النبي بحسب الألفاظ تنهى النبي عن العجلة وتساءلت الرسالة ما هذا النهي في هذه الآيات هناك عجلة ممدوحة وهناك عجلة مذمومة فهذا النهي قطعاً لن يكون عن عجلة ممدوحة وفي الوقت نفسه فإن النبي لا يستعجل عجلة مذمومة الآية الرابعة والثمانون بعد البسملة من سورة مريم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة ومر علينا ما جاء عن العترة الطاهرة من أن العدة هنا عد للأنفاس وبيّنت لكم من أن الآية في مستوى الظهور العرفي تنتقص من رسول الله لأن الآية تنهاه ومعنى ذلك أنه يرتكب أمراً مذموماً بحسب الظهور العرفي إنه المنهج الذي عليه السقيفتان أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي بحسب منهج العترة الطاهرة فإن القرآن آفاقه كثيرة متعددة إذا وجهنا أنظارنا إلى قاعدتي أن القرآن نزل بلساني إياك أعني واسمعي يا جار المعنى واضح فإن الآية تتحدث عن سنة الإمهان وقد بينت هذا لكم ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم فالآية بحسب هذه القاعدة بحسب قاعدة إياك أعني واسمعي يا جار ألفاظها لرسول الله أما مضمونها لي ولكم مضمونها للأمة ومر الكلام في هذا وهناك جهة أخرى أفق آخر فإن القرآن فيه أفق يكون أسلوبه أسلوب مطايبة فيما بين الله وبين رسوله وفي هذا تأتي هذه الآية مثلا وهي الآية الثامنة بعد البسملة من سورة فاطر والتي جاء فيها فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك أي كن رؤوفا بنفسك لا تقتل نفسك لأن النفس إذا ذهبت فإن الإنسان سيكون قد مات هذا حديث مطايبة وقرأت عليكم من سورة طاها ما جاء في حديث ومحاورة بين الله وموسى موسى الكليم وما تلك بيمينك يا موسى فهل كان الله يسأل جهلا إنه أنس الحديث بين الحبيب ومحبوبه وحينما جاء الجواب هي عصاي مبتدئا بضمير الشأن هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي إلى آخر ما قاله موسى النبي فهل كان الله محتاجا لكل هذا أليس من الحكمة أن الجواب على قدر السؤال فحينما سأل الله عن التي بيمينه كان عليه أن يجيب إما أنها عصى أو أنها عصاي ولكن الحديث تفرع واتصل إنه حديث المطايبة والمؤانسة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات هذا حديث المطايبة فيما بين الحبيب والمحبوب الكلام هو هو في نفس اللحن وفي نفس المذاق فلا تعجل عليهم لا تبالي بهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة الكلام هنا ليس في مقام النهي الذي يكون نهيا تحريميا ولا في مقام النهي الذي يكون نهيا تنزيهيا ولا في مقام النهي الذي يكون نهيا إرشاديا النبي محمد صلى الله عليه وآله أسمى من كل ذلك فإن الله لا ينهاه بنحو مباشر لشخصه الأقدس لا ينهاه نهيا تحريميا ولا ينهاه نهيا تنزيهيا ولا ينهاه نهيا إرشاديا إنه فوق هذه المعاني صلى الله عليه وآله هذا حديث مطايبة ومؤانسة كالذي كان بين الله وموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى فهل كان الله محتاجا لهذا الاستفسار قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى هذا هو حديث المطايبة والمؤانسة بين الحبيب ومحبوبه ومثل هذا كثير في الكتاب الكريم قطعا هذا في أفق من الآفاق القرآن لا يحبس لا في أفق الظهور العرفي لأننا في بعض الأحيان نفهم الآيات بحسب الظهور العرفي إذا كان المنهج العلوي للتفسير يأمرنا بهذا نحن لا نرفض الفهم وفقا للظهور العرفي مطلقا إنما نرفض أن يتسيد هذا الفهم الظهور العرفي فهم نحتاجه في بعض الأحيان آفاق القرآن لها أول ولكن ليس لها آخر ويتجلى لنا منها بحسب أوعية قلوبنا يا كميل القلوب أوعية أمير المؤمنين يقول له يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها أوعاها أكبرها أوسعها أعمقها الوعاء العميق هو الذي يستطيع أن ينسجم مع عمق القرآن كما يقول سيد الأوصياء يتحدث عن قرآننا هذا من أن ظاهره أنيق ومن أن باطنه عميق فهذا الباطن العميق لا يستوعبه إلا القلب العميق إلا الوعاء العميق الوعاء الأكبر فهذا بعض شيء من آفاق الكتاب الكريم وهناك آفاق أخرى يمكن الحديث عنها لكنني أكتفي بالذي ذكرت لأجل الاختصار فلا زال الكلام متواصلا بخصوص الإجابة على هذه الرسالة التي تتحدث عن العجلة الممدوحة والعجلة المذمومة في سورة طاها الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة طاها والتي جاء فيها بحسب سؤال الرسالة ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه الآية بنحو كامل فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علمه الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة طاها وموطن السؤال هنا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وهناك في سورة القيامة إنها الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به لتعجل بالقرآن الضمير الضمير هنا يعود على القرآن لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن الآيتان في سياق واحد ولذا ولذا سيكون الجواب واحدا بخصوص الآيتين ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه لا تحرك به لسانك لتعجل به أثناء الوحي إن علينا جمعه وقرآن الآيتان بحسب الظهور العرفي فإنهما تتحدثان عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه أثناء الوحي حينما يوحى إليه بالقرآن إنه يستعجل متلفظا قبل أن يكتمل الوحي لماذا لأنه كان يخاف أن ينسى وهل هذا الكلام منطقي نحن إذا رجعنا إلى أول سورة بحسب ما هو معروف من أنها نزلت على النبي بحسب ما هو معروف إنها سورة العلق ما الذي جاء فيها اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهل يمكن أن ينطبق هذا الكلام على سائر البشر ولا ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله والذي يعلمه الله بنحو مباشر وما جاء أيضا سنقرئك فلا تنسى لا يمكن أن يفكر رسول الله بهذه الطريقة حتى يقوم باستعجال قراءة الآيات لأجل أن يحفظها هذا منطق البخاري هذا منطق عائشة التي تحدثنا بحسب البخاري من أن النبي سمع رجلا في المسجد يقرأ آيا من القرآن فترحم عليه وقال من أنه ذكرني رحمه الله بآيات وبقرآن كان قد نسيه رسول الله هذه حاديث البخاري وأحاديث عائشة هذا منطق سقيفة بني ساعد الذي ينسجم مع الظهور العرفي وهذا هو المنهج العمري عندنا كتاب الله وهو حسبنا وهو حسبنا فإننا نعود إليه بحسب الظهور العرفي بحسب فهم الأعراب لهذه الصياغات اللغوية العربية فالآيتان تنتقصان من رسول الله بحسب هذا الفهم وهذا الفهم فهم شائع وقد ورد في رواياتنا أيضا أقرأ عليكم من تفسير القم وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في سياق ما جاء مرويا عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في بيان معنى الآيات من سورة طاها وقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه القرآن بادر بقراءته قبل تمام نزول الآية والمعنى فأنزل الله عز وجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أي يفرغ من قراءته أثناء الوحي الكلام عام هل أن النبي كان يتلفظ بالآيات ويقرأها خوفا من نسيانها مثل ما يقول سقيفي بني ساعدة أم أن النبي كان يردد الآيات لأنه لأنه عالم بها القرآن نزل على رسول الله بكامله وبعد ذلك نزل نزولا ثانيا بطريقة النزول النجومي نزل أنجما نزل آيات وسورا كاملة في بعض الأحيان ومقاطع من آيات ومقاطع من سور ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أي لا تبدي مما أنت تعرفه وإنما فلتكن القراءة منسجمة ما يصدر عنك من القرآن يكون منسجما مع ما نزل به الوحي وكل هذا كل هذا يشكل نقصا إن كان النبي صلى الله عليه وآله يردد الألفاظ لأجل أن لا ينساها أو كان النبي يسابق الوحي فهذا نقص أيضا حينما يسابق الوحي فإنه يسابق إرادة الله هذا نقص وهذا نقص لابد أن نعرف من أن تفسير القمي تعرض للتحريف الكثير وللتصحيف الكثير حتى في أيامنا هذه إذا أردت أن أقارن بين الطبعات لهذا الكتاب منذ سبعين سنة وإلى الآن فإن الطبعات تختلف من طبعة إلى أخرى فهذا الكتاب تعرض إلى تحريف كثير وإلى تصحيف كثير حتى في زماننا وفي أيامنا هذه والاختلاف واضح من طبعة إلى طبعة هناك حذف هناك حذف من دون إشارة تحذف الكلمات وتحذف الجمل من دون إشارة إلى أنها حذفت وهناك حذف في بعض الأحيان وتوضع نقاط بدلاً عن الكلام الذي حذف هناك تغيير للأسماء في بعض الأحيان فتحذف الأسماء ويوضع بديلاً عنها فلانة فلان إلى غير ذلك الكثير من مصاديق التحريف والتصحيف في هذا الكتاب ولذا فإن النصوص التي لا تبدو متينة متينة من جهة المضمون ومتينة من جهة السبك التعبيري ستكون وشكوكة في أنها قد تعرضت للتحريف المتعمد أو للتصحيف أو لأي شيء آخر الكلام هنا عام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه القرآن بادر بقراءته قبل تمام نزول الآية والمعنى قبل تمام نزول الآية ألفاظا حيث يتم معناها بعد ذلك فهذه المبادرة من رسول الله والمسابقة إما خوفا أن ينسى وإما يسابق الوحي فهو يعرف القرآن فيتلفظ بما يعرفه من القرآن قبل تمام لحظة الوحي وهذا نقص وهذا نقص إذن ما هو المراد من الآيتين لابد أن نعرف من أن أساليب التعبير ليست محصورة بالظهور العرفي هذه المشكلة التي وقع فيها مفسروق القرآن من السقيفتين أساليب التعبير ليست محصورة بالظهور العرفي وسأضرب لكم مثالا واضحا من الكتاب الكريم في سورة البقرة الآية الخامسة والأربعون بعد المئتين بعد البسملة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويفسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كلام غريب إذا أردنا أن نتعامل معه بحسب الظهور العرفي وبحدود الدلالة اللغوية للألفاظ هذا يعني أن الله يحتاج إلى إقراضنا الله يحتاج إلى إقراضنا من نحن هو الذي خلقنا وخلق ما نملك من ملكية لأي شيء وهو الذي سلطنا على ما نملك من ملكية ملكيتنا اعتبارية نحن عبيده وما في ملكيتنا عائد إليه فهو الذي خلقنا من عدم وخلق ما نملك من عدم وسلطنا على ما نملك بقدرته وإرادته وعلمنا كيف نتصرف بما نملك عبر عقولنا أو عبر ما يتفق عليه الناس أو عبر الأديان كل شيء راجح إلي فلماذا يطلب مني أن أقرضه قال هو محتاج من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إنه يطلب بحسنة أقدمها له ويغريني يغريني بعد ذلك يوعدني إنه يريد أن يضاعف لي القرض معاملة ربوية معاملة ربوية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا وهذا من الربا الفاحش إنه يضاعف القرض أضعافا أضعافا كثيرا ربا فاحشا هل أن الله بحاجة إلى ذلك ماذا تعني هذه الآية إذا ذهبنا مع الآية بحسب ظهورها العرفي بحدود الألفاظ بحدود اللغة فهل يعني أن الله سبحانه وتعالى يحتاج منا أن نقرضه أن نقرضه قرضا حسنا وهو بعد ذلك سيرد علينا هذا القرض مضاعفا إنه قرض ربوي ومن الربا الفاحش وهذا المضمون يتكرر في الكتاب الكريم في سورة المائدة في الآية الثانية بعد بعد العاشرة بعد البسملة وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ أَثْنَي عَشَرَ نَقِيبًا هو الذي بعثهم هو الذي اختارهم وقال الله إني معكم إني معكم إن كنتم مع هؤلاء وفي البرنامج نفسه إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم عزرتمو الأنبياء والنقباء إنهم أوصياؤهم أوصياء الأنبياء لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا هذا في الأمم السابقة إن الله يطلب يطلب منا يطلب من الذين آمنوا به في الأمم الماضية في الأمم الحاضرة في الأمم القادمة أن نقرضه قرضا حسنا وأقردتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة ومن سورة المائدة إلى سورة الحديد وإلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له إقراض ربوي فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم في سورة نفسها إنها الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إصرار على هذا الموضوع من قبله سبحانه وتعالى إصرار وكذلك في سورة التغاب في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم هذا في سورة التغاب وفي سورة المزمل ما جاء في الآية العشرين بعد البسملة وهي آخر آية في السورة مما جاء فيها فاقرأوا ما تيسر من ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر من بحسب السياق بحسب سياق ألفاظ الآية فإن الضمير يعود على القرآن فاقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا تلاحظون من أن الإلحاح الإلهية هذا من سورة البقرة من أوائل القرآن إلى سورة المزمل في أواخر القرآن سبحانه وتعالى يريد منا أن نجري معاملة ربوية معه نقرضه قرضا حسنا وهو يضاعف القرض لنا لماذا هذا الإصرار على استعمال هذه الكلمات وهذه الألفاظ هذه أخلاق الله هذه أخلاق الله حينما يأمرنا نبينا وإمتنا بأن نتخلق بأخلاق الله هذه هي أخلاق الله نحن عبيده وما نملكه عائد إليه هو الذي يعطينا وهو الذي يمكننا من التصرف بما نملك ومع ذلك يأتينا متواضحا يطلب منا أن نقرضه أن نقرضه قرضا حسنا هو الذي منحنا وهو الذي أعطانا وكل شيء عائد إليه وفوق كل هذا هو ليس بحاجة لا إلينا ولا إلى ما نملك وهو الذي ملكنا وليس بحاجة إلى هذا القرض الذي يريد منا أن نقرضه إياه هذه أخلاق الله هذه أخلاق الله وهذا أسلوب في التعبير كيف أقرب الفكرة لكم أقرب الفكرة لكم بمثال حسي والأمثلة الحسية في مثل هذه الموضوعات الغيبية تقرب شيئا من وجه وتبعد أشياء كثيرة من وجوه كثيرة كهذا الثري الذي يمتلك أموالا طائلتان ويمتلك شركات عملاقة كبيرة يأتي إلى ولده الصغير أو إلى حفيده ويعطيه مالا ويقول له أنت اشتغل بهذا المال هذا رأس مالك وبعد ذلك يفتح معاملة معه ويشتري منه الأشياء التي أخذ ولده أو حفيده يشتغل بها لأجل أن يربحه الولد ولده الحفيد حفيده الأموال أمواله الفكرة فكرته وكل الأسباب التي اشتغل بها ولده أو حفيده من عنده السيارات من عنده العمال من موظفيه المكان هو الذي يمتلكه وهو يراقبه من بعيد وحينما يخطع أو يشتبه يسرع إلى تصحيح أوضاعه وتسديده ويتصل بالتجار من دون أن يعلم هو كي يساعدوه فإذا ما حقق شيئا ونجح في عمله هذا النجاح من قبل أبيه أو جده هو بعد ذلك يطلب من أن يتعامل معه وأن يشتري من بضاعته حالنا هكذا حالنا هكذا حالنا هكذا محبة الوالد لولده محبة الجد لحفيده هي التي جعلته يفعل هذا الأمر هو 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 حينما نقرأ في هذا الحديث أنني أقرأ عليكم من كتاب المؤمن للحسين ابن سعيد الأهوازي من أصحاب الأئمة وهذا الكتاب من كتبنا القديمة من أصولنا الحديثية الأصلية الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة والمؤلف الحسين ابن سعيد الأهوازي من خيرة أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم في الصفحة الثانية والثلاثين إنه الحديث الثاني والستون عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه يحدثنا عن الله فماذا يقول الله وما تقرب إلي عبد بمثلي ما افتردت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحب هذا الكلام يمكن أن ينطبق علي ويمكن أن ينطبق على أي أحد منكم هذا الكلام ليس خاصا بالأنبياء والمرسلين ليس خاصا بالأوصياء والصدقين هذا كلام ينطبق علي وعليكم وما تقرب إلي عبد بمثل ما افتردت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الله يكون رجلي التي أمشي بها من أنا من أنا هو الذي يقول هذا كلامه سبحانه وتعالى الإنسان حينما يزداد تواضعا حينما يزداد تواضعا يكون جوادا الجواد يكون متواضعا هناك صلة بين التواضع والجود ولذا فإن التواضع هو الذي يغذي الجود حتى يجود الإنسان بنفسه وكما يقولون الجود بالنفس أقصى غاية الجود الإنسان يمكن أن يجود بنفسه من أين جاء بهذه الخصلة جاء بها من الله لابد أن يأتي بها من جهة تتحلى بهذه الخصلة من أين استطاع الإنسان أن يجود بنفسه لأن الله يجود بنفسه قطعا اللغة قاصرة والألفاظ معيبة ولكن لماذا أصنع حينما أقول من أن الله يجود بنفسه مثلما يقول الحكماء من أنه جود بالنفس مع عدم التجاف عن المقام ولا تجاف عن مقام ه اللغة قاصرة هو يجود بكل شيء هذا هو المراد من أن الله يجود بكل شيء لا نستطيع أن نتصور حدود جوده فهذه الآيات التي تحدثت عن أن الله يطالبنا أن نقرضه قرضا حسن لا تتحدث عن قرض هذه الآيات ألفاظها تتحدث عن قرض لكن الآيات تريد أن تخبرنا من أن جود الله لا حدود له هذا مستوى من أسلوب الكنايات العالية جدا هناك في بلاغة العرب كنايات هناك الكنايات الاعتيادية كنايات العبيد حينما يذكر اللازم ويراد الملزوم أو حينما يذكر الملزوم ويراد اللازم ولا أريد أن أخوض في هذه التعاريف الكلامية للمعاني البلاغية لأننا هكذا تعلمناها وهكذا يعرفها الذين تعلموا البلاغة والبلاغة ما هي بعلم كلام لكن الذي يوجد على أرض الواقع هو هذا هناك في القرآن كنايات عالية لا يستطيع الزمخشري أن يدركها ولذا ما تحدث عنها ما تحدث عنها في تفسيره الكشاف وهو يحاول أن يظهر الوجه البلاغي للقرآن ولا استطاع عبدالقاهر الجرجاني بما كتبه في كتبه المعروفة أن يشير إلى هذا المستوى العالي من الكنايات هذه كناية عالية جدا أصطلح عليها الكناية القرآنية التعابير من جهة اللغة والألفاظ تتحدث عن إقراضنا لله لكن الآية لا تقصد هذا الآية تتحدث عن جوده الذي لا حدود له خلقنا وأعطانا القدرة أن نتحرك على أرضه وملكنا ملكنا ما نحتاجه وما لا نحتاجه ملكنا الأمور الضرورية وملكنا الأمور الكمالية أعطانا وأعطانا وأعطانا وبعد ذلك جاءنا يستجذي منا أي وجود هذا جاءنا يستجذي قرضا حسنا أي وجود هذا وأي كرم هذا لا توجد ألفاظ تحيط به مثل هذا موجود في القرآن ومثل هذا موجود في حديث العترة الطاهرة الكنايات العالية كناية عالية جدا هذه الألفاظ كلها تتحدث عن إقراض لله ولكن الآيات لا تريد هذا المعنى تريد أن تنقل إلينا صورة من أخلاق الله سبحانه وتعالى من جوده الذي لا حدود له هناك من التعابير إذا أردنا أن نقف عند حدود الألفاظ فإننا سنذهب بعيدا عن مقاصد القرآن مثلما جاء في هذا الحديث وكنت رجله التي يمشي بها يسعى بها الله يصبح رجلي هذا هو كلامه هذه الكلمات لا تريد المعنى اللغوية بحدود حق اللفظ هذه التعابير كنائية من الكنايات العالية جدا هذا الحديث يشعرنا بأخلاق الله وحبه وبقربه منا الكلام طويل وطويل وطويل نذهب إلى فاصل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه هذه الألفاظ لا تريد منا أن نفهمها بحدود حق الألفاظ هي كناية عالية تريد أن تخبرنا من أن النبي الأعظم عالم بالقرآن محيط به فقد نزل القرآن عليه بكامله نزل جملة أما نزول القرآن بنحو تفصيلي فهذا أمر يكون في مستوى المدارات للأمة حتى يرى الذين كانوا يشاهدون حالات الوحي أمام أعينهم كي يصدقوا من أن الوحي ينزل على رسول الله مثلما سمعوا من نزول الوحي على الأنبياء السابقين من اليهود من النصارى فهم يختلطون بهم ويحاولون أن يعرفوا ماذا كان من شأن أنبيائهم السابقين كثيرا من الصحابة كانوا مترددين ما بين النفاق والإيمان القرآن هو الذي يخبرنا سورة هبراء هي التي تخبرنا والتي كشفت عن كثير مما كان يفعله الصحابة على المستوى العقائدي أو على المستوى العملي في الحياة اليومية دينياً أو دنيوياً سورة البراءة هكذا تعرف بأنها السورة الفاضحة إنها فضحت الواقع الاجتماعية للصحابة زمان النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل لكن الذين يفسرون القرآن يمرون على السورة ولا يرتبون أثراً عملية حتى الذين يعرفون حقائق الأحداث التي وقعت يقولون من أن الآيات تشير إليها لكنهم بعد ذلك يعودون لمدح الصحابة وتعظيمهم وبغض النظر عن كل هذه التفاصيل فإن الآية هذه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه الآية بتركيبها اللغوي بيّنت لكم تنتقص من رسول الله لكنها إذا فهمت مثل ما فهمنا الآيات التي تتحدث عن إقراض الله سبحانه وتعالى قرضاً حسناً من قبلنا بأسلوب الكناية العالية فإن الآية هذه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكذلك ما جاء في سورة القيامة تلك الآية من سورة طاها وهذه الآية من سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به هاتان الآيتان تخبران أن رسول الله صلى الله عليه وآله عالم بالقرآن بكله من أوله إلى آخره على مستوى الألفاظ وعلى مستوى المعاني الكلام هنا كلام بأسلوب الكناية العالية مثل ما مر علينا في الآيات التي تخاطبنا أن نقرض الله قرضا حسنا الكلام هو هو الأسلوب نفسه فهتان الآيتان تتحدثان عن إحاطة رسول الله بالقرآن كله أما عملية التنزيل الأنجمي النجمي أن القرآن نزل نجوما هذه العملية عملية مدارات للأمة عملية إقناع للأمة ومع ذلك فإنهم يقولون من أن النبي كهن يكذب ومع ذلك فإنهم يقولون من أن القرآن هذا من تأليفه من أن القرآن هذا علمه إياه سلمان المحمدي وقالوا وقالوا ولا زالوا يقولون ولا زالوا يقولون نحن لا نعبأ بأقوالهم لكن الأمور لا بد أن تجري في سياق الحكمة حتى تقام الحجج على الناس وهذا هو شأن الأنبياء يقيمون الحجج على الناس إنهم يحاولون أن يبذل قصار جهدهم في إيصال الناس إلى الهداية أو في إيصال الهداية إليهم لأن الهداية تارة تكون تعليما وتارة تكون إراءة إراءة عملية وتارة تكون إيصالا للفرد الذي يراد هدايته وتارة توصل الهداية إليه بألطاف الغيب من وراء ستر رقيق هذا هو شأن الأنبياء فما كان من شأن جبرائيل ومن شأن الوحي الذي نزل نجوما كان حقيقة لكنه لأجل هذه الأمة لماذا كان يتصور جبرائيل بصورة دحية الكلب لماذا لم يتصور بصورة شخص من بني هاشم لأنهم سيقولون إن النبي اتفق مع هذا الهاشمي فكان جبرائيل يتصور بصورة دحية الكلبي الذي لا علاقة له ببني هاشم ودحية الكلبي في أكثر الأيام ليس متواجدا في المدينة كان الرجل يسافر في التجارة وأهل المدينة كانوا على علم بأن دحية الكلبي ليس موجودا في المدينة ويشاهدون دحية الكلبي مح رسول الله كرارا ومرارا ودائما إنه جبرائيل لأن دحية الكلبي ما هو بهاشمي حتى يكون النبي قد اتفق معه ولا هو بموجود بالمدينة حتى يكون النبي قد اتفق معه أيضا رجل مسافر هذا وغيره من الأساليب ومن المفردات ومن الوسائل التي كان النبي صلى الله عليه وآله يستعملها لإقناع الأمة ولهدايتها ولتقريبها إلى جادة الصواب ولتعليمها ما يستطيعون أن ينجو به في الدنيا والآخرة كل هذا كان يصدر من رسول الله وفقا للحكمة الإلهية والحكمة النبوية المحمدية فجزع من هذا كان القرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وآله نجوما وكان جبرائيل يأتي جبرائيل عبد من عبيد محمد كان يجلس بين يديه كما يجلس العبد من هو جبرائيل حتى يعلم محمد صلى الله عليه وآله جبرائيل عبد من عبيد محمد لكن البرنامج لا بد أن يترتب بهذه الطريقة وسيلة إضاح للأمة ومع كل هذا فإن الأمة ارتدت فماذا يصنع لها رسول الله صلى الله عليه وآله على أي حال فإن الآيتين من سورة طاها ومن سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به تعبير وفقا للكناية العالية الآيتان تبينان من أن النبي الأعظم محيط وملم بالقرآن لفظا ومعنى والنبي لم يكن يفعل هذا يحرق لسانه النبي لم يكن مستعجلا الآية تقول هذا كي تشعرنا بهذا المعنى هذا تعبير كنائي كالآيات التي يطلب الله فيها من أن نقرضه قرضا عسنا هذا كلام ليس منطقيا المعنى اللفظي ليس مرادا هناك كناية عالية هناك شيء وراء الألفاظ هذا بيان موجز ومختصر لأن الوقت يجري سريعا وأنا أحاول أن أجيب في هذه الحلقات على أكبر قدر من الأسئلة التي أطرحها في هذا البرنامج نذهب إلى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت في داك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقط طال فقال يا مهزم كذب الوقات وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقت أم جعفر من النجف وكما جاء في الرسالة إنها أستاذة في الحوزة ماذا تقول رسالتها أذهب إلى مورد السؤال ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها كيف فنفهم ذلك وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها هذا هو كلام ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أولا لابد أن نعرف من أن هذا الحديث لا وجود له في كتبنا الشيعية مراد لا وجود له في كتبنا الشيعية لم يأتي من قولا عن العترة الطاهرة هناك كتب شيعية ذكرت هذا الحديث لكنها نقلت الحديث عن الكتب السنية فهذه النقطة لابد أن تعرف من البداية هذا الحديث ليس موجودا في كتبنا الشيعية الحديثية التي نعرفها والتي روت أحاديث العترة الطاهرة موجود منقول في كتبنا الشيعية لكنه مأخوذ عن الكتب السنية إذن هذا الحديث حديث سني من أحاديث الكتب السنية وبامتياز أتحدث عن هذه الجملة وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها هذا الحديث جاء في صحيح البخاري جاء في الكثير من الكتب السنية لكنني سأشير إلى أهمها هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي البخاري البخاري توفي سنة ميتين وستة وخمسين للهجرة هذا الكتاب كتاب الحدود من كتب صحيح البخاري وهو الكتاب السادس والثمانون وهذا الباب الثالث عشر باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان رقم الحديث ستالاف سبعمية وثمانية وثمانين بسنده بسند البخاري عن عائشته رضي الله عنها فهذا حديث من أحاديث عائشة عن عائشته رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله أهمتهم أي اهتموا لأمرها لا يريدون أن يقام عليها الحد هذا هو المراد أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر ومن يشترئ عليه إلا أسامة إنه أسامة ابن زيد كان النبي يهتم لأمره فزيد كان يحبه رسول الله ولأجل زيد كان يهتم بأمر أسامة وإن كان أسامة هذا قد خان رسول الله حين خان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أي حال ومن يشترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله هكذا كانوا يسمونه يسمون أسامة بحب رسول الله أي أنه حبه ومن يشترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر فقال النبي لأسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب وقال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد بالضبط مثل ما يجري الآن في العراق مثال تقريبي الصرافون في العراق الذين يتعاملون بخمسين ألف دولار مثلا بمئة ألف دولار هؤلاء يطاردون وتصادر أموالهم ولكن الذين يسرقون مليارات الدولارات لا يحاسبهم أحد وينقلونها إلى أي جهة يريدون هذا هو الواقع الذي عليه الأمة صورة عباسية واضحة جدا في بلاد الرافدين ثم قام رسول الله فخطب يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف الشريف ليس شريفا وإنما في نظر الناس وهؤلاء الذين يكونون شرفاء في نظر الناس هؤلاء حقراء أنجاز في حقيقتهم في دعاء مروي عن شمر بن ذي الجوشان بعد قتله للحسين كان يصلي في المسجد والناس يسمعونه يدعو اللهم اغفر لي فإني شريف فإني رجل شريف إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها انتهى الحديث هذا هو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة هذا في صحيح البخاري أما الصحيح مسلم فقد فقد روا الحديث أيضاً وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان صاحب الصحيح مسلم توفي سنة سنة مئتين وواحد وستين للهجرة كان معاصراً للبخاري وهذا هو كتاب الحدود وهو الكتاب التاسع والعشرون من كتب صحيح مسلم وهذا الباب الثاني باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود رقم الحديث أربع تالاف أربعمية وستة وعشرين في الصفحة ستمية وأربعة وسبعين بسنده عن عائشة ونقل الحديث نفسه لا حاجة لإعادة القراءة إنما جاء في آخره وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وانتهى الحديث هذا ما جاء في صحيح مسلم إذن الحديث مروي في الصحيحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ورواه أيضا ابن أبي شيبة العبسي في كتابه المصنف وهذا أقدم من الصحيحين هذا الكتاب المصنف من الصحاح المهمة عند سقيفي سقيفي بني ساعدة وهو أقدم من الصحيحين البخاري توفي سنة ميتان وستة وخمسين للهجرة ومسلم توفي سنة ميتان وواحد وستين للهجرة وأما ابن أبي شيبة مصنف هذا المصنف فقد توفي سنة ميتان وخمسة وثلاثين للهجرة المصنف لابن أبي شيبة هذا هو المجلد الثامن من طبعة دار الحديث القاهرة مصر صفحة ثلاثمية وثمانية وتسعين رقم الحديث ثمانية وعشرين ألف ستمية وثلاثة وستين بسنده عن محمد ابن طلحة ابن ركان عن أمه عائشة بنت مسعود ابن الأسود هذه ما هي بعائشة زوجة النبي هذه عائشة أخرى عن محمد ابن طلحة ابن ركان عن أمه عائشة بنت مسعود ابن الأسود عن أبيها مسعود قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر أعظمنا ذلك وكانت المرأة من قريش فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر فجئنا إلى النبي نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية من المال بأربعين بأربعين أوقية من المال من الذهب من الفضة قال رسول الله تطهروا خير لها تطهروا يعني أن يقام عليها الحد لأن إقامة الحد تطهير للذي يجب أن يقام عليه الحد تطهر خير لها فلما سمعنا لين قول رسول الله لأنه قال خير لها ما قال يجب أن يقام عليها فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر أتينا أسامة فقلنا كلم رسول الله فلما رأى رسول الله ذلك قام خطيبا فقال ما اكثاركم علي في حد من حدود الله أنتم جئتم وكلمتموني وجاءني أسامة ما اكثاركم علي في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله والذي نفس بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها أي لو سرقت وهذا الحديث يتردد في كتب المكتبة السنية بنحو واضح وبهذا النص وينتهي عند هذه الجملة من أن فاطمة لو سرقت فإن محمدا سيقطع يدها هكذا جاء في صحيح البخاري وهكذا جاء في صحيح مسلم وهكذا جاء في المصنف لابن أبي شيبة وهكذا جاء في المصادر والجوامع الحديثية السنية الأخرى نذهب إلى فاصل صار واضحا لدينا أن النص موجود في الكتب السنية المهمة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكذلك في المصنف لابن أبي شيبة وفي غير هذه الكتب في كنز العمال وفي سائر الكتب الحديثية الأخرى يمكننا أن نعثر على هذا الحديث إذا أخذنا الجملة التي تتحدث عن الصديقة الكبرى فاطمة وحاولنا فهمها وفقا للظهور العرفي فإن الكلام واضح النبي صلى الله عليه وآله يضع فاطمة في مكان الاتهام ولا يتهمها بسرقة وإنما يتهمها بأنها يمكن أن تفعل هذا هذا هو كلام النبي وأيهم الله إذا كان النبي يتكلم بهذا بحسب رواية هذه الكتب وأيهم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرخت لقطع محمد يدها حتى إذا أراد مناقش أن يناقش من أن الكلام جاء فيه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها فليس هناك من ضرورة أن الكلام الذي يأتي بعد لو أن يتحقق على أرض الواقع حتى إذا أردنا أن نأخذ بنظر الاعتبار هذا الكلام لكن سياق الحديث من أوله إلى آخره وإقاع الجملة هذه يضع الصديقة الطاهرة بحسب الظهور العرفي لما قرأته عليكم من صيغ الحديث يضعها في موضع الاتهام ما المراد من موضع الاتهام لا يعني أنها قد اتهمت بسرقة معينة وإنما يمكن أن تسرق فهذا الذي يفهم من هذا الكلام إذا كان النبي قد قال هذا الكلام فعلا قطعا لا يقصد هذا المعنى السيء إنه يقصد معنى آخر أو أن الذين نقلوا الحديث عن النبي حرفوا الكلام أو أن الكلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها إنها طبعة ذات المجلد الكبير الذي يشتمل على الجزئين في الصفحة الثانية والتسعين من احتجاج أمير المؤمنين على أبي بكر بخصوص غصبه لفدك التي هي نحلة رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة وبأمر من الله فقال أمير المؤمنين يا أبا بكر تقرأ كتاب الله هذا بعد أن جاءت فاطمة بأدلتها وجاءت بالشهود ورفض أبو بكر الشهود ومن هم الشهود علي بن أبي طالب الحسن الحسين هؤلاء هم شهود فاطمة إنهم العترة الطاهرة وهل فاطمة تحتاج إلى شهود فقال أمير المؤمنين يا أبا بكر تقرأ كتاب الله قال نعم قال أخبرني عن قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في من نزلت فينا أم في غيرنا قال بل فيكم قال فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة بنت رسول الله بفاحشة ما كنت صانعا بها قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيمه على نساء المسلمين قال إذن كنت عند الله من الكافرين قال ولم قال لأنك رددت شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها كما رددت حكم الله وحكم رسوله أن جعل لها فدكا قد قبضته في حياته قبضت هذا الملك في حياة النبي ثم قبلت شهادة إعرابي بائل على عقبيه عليها ذلك الأعرابي الذي هم اتفقوا معه وشهد على أنه سمع من رسول الله أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث أعرابي أعرابي بوال على عقبيه لا يعرف شيئا من الحديث كذبون هؤلاء خلفاء المسلمين ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه عليها على فاطمة وأخذت منها فدكا وزعمت أنه فيء للمسلمين وقد قال رسول الله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فهذا الأعرابي حتى إذا أردنا أن نقبل دعواه عليه أن يقيم البينة وفاطمة مدعا عليها المدعى المدعى ليس عليه أن يقيم البينة وإنما عليه اليمين فقط ومع ذلك فاطمة جاءت ببينتها جاءت بعليين وبالحسن والحسين وردها أبو بكر أي ضلال هذا وقد قال رسول الله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فردت قول رسول الله البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه فدمدم الناس الذين كانوا جلوسا في المسجد وأنكروا ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا صدق والله علي بن أبي طالب ورجع الإمام إلى منزله وهؤلاء سفلة أيضا لماذا لم يتكلموا لماذا لم يعترضوا هكذا جرت الأمور الذي يرتبط بحديثنا هو ما قاله أمير المؤمنين لأبي باكر فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة بنت رسول الله بفاحشة من أنها ارتكبت الزنا جاء شهود وشهدوا بذلك ما كنت صانعا بها قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيمه على نساء المسلمين قال إذن كنت عند الله من الكافرين قال ولم قال لأنك رددت شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها إلى آخر ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفقا لهذا المنطق وفقا لهذا المنطق لا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يضع فاطمة في موضع الاتهام ومراد من موضع الاتهام أنها يمكن أن تسرق لا يعني أنها سرقت من أنه اتهمها بشيء سرقته ولكن حينما يتكلم بهذا الكلام بحسب الظهور العرفي بحسب الظهور العرفي فإن فاطمة قد وضعت في موضع الاتهام لكن الحقيقة أن الأمر ليس هكذا هذا الكلام قيل لغاية قيل لغاية وهذه الغاية تنشطر إلى شطرين الشطر الأول فإن محمداً وآل محمد ضحوا ويضحون بكل شيء لتطبيق برنامج الله لهداية لهداية الناس هل هناك تضحية كالذي فعله الحسين القربان الأول رسول الله صلى الله عليه وآله ما أذي نبي مثل ما أذيت وقتل مسموماً بعد أن أهانوا في واقعة رزية الخميس وعاندو ورفضوا أمره فاطمة قتلوها وقتلوا جنينها محمد وآل محمد قدموا القرابين تلو القرابين وقدموا الأضاحية من عند أنفسهم تلو الأضاحي في هذا المسار فإنهم أيضاً ينسبون النقص إليهم لأجل إقامة الحق كي يكونوا أسوة المقام ما هو بمقام اتهام لفاطمة صلوات الله عليها لابد أن نفهم الكلام وفقاً لمعاريض القول وما المراد من معاريض القول أن نفهم الكلام وفقاً لأصول العقيدة ولأصول المعرفة في دين العترة الطاهرة إنني أقول كل هذا الكلام بإمكاني أن أنكر الحديث فهو حديث لم يرد عن العترة الطاهرة وهذا الحديث موجود في كتب أعداء العترة الطاهرة وبحسب الظهور العرفي يضع الصديقة الطاهرة في موضع الاتهام فلماذا أطيل في التفصيل لأنني أريد أن أصل بكم إلى هذه النقطة إلى أي نقطة من أن الحديث محرف هذا الحديث الحديث له تتمة وتتمة الحديث هذه كانت موجودة في كتبهم لكنهم حرفوها مثل ما حرفوا كل شيء مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني السروي المازندراني المتوفى سنة خمسمية وثمانية وثمانين للهجرة هذا الكتاب يتألف من أربعة أجزاء بغض النظر عن جزء الفهارس جزء الفهارس هو الجزء الخامس طبعة دار الأضواء بيروت لبنان وهذا هو الجزء الثالث صفحة 372 بحسب ما نقل عن صحيح الدار قطني عدة ملاحظات لا بد أن أشير إليها أولا كتاب المناقب في الأعمي الأغلب منه نقله ابن شهر آشوب المازندراني عن كتب المخالف مناقب آل أبي طالب قسمه بحسب المعصومين كل معصوم له باب جمع فيه الكثير من أحاديث المخالفين وأشار إلى المصادر التي نقل منها الكتاب تعرض للتحريف إذا ما ذهبنا إلى نهاية الجزء الرابع يفترض أن الباب الأخير سيذكر فيه ابن شهر آشوب إمام زماننا لا يوجد هذا الباب لقد رفعوه من الكتاب قطعا الوهابيون ليسوا هم الذين رفعوه من الشيعة قطعا ليسوا من عوام الشيعة لماذا حذفوا الباب الأخير من كتاب المناقب وهو الباب المختص بشؤون إمام زماننا لقد بحثت عن نسخة أجد فيها هذا الباب ما وجدت بحسب ما استطعت أن أبحث عن بحدود الدائرة التي بحثت فيها وهذه نسخة مطبوعة هي خلية من الباب الأخير الذي يرتبط بإمام زماننا لماذا لماذا حذفوا إمام زماننا أرسل إلى المفيد ثلاثة رسائل الموجود عندنا رسالتان الرسالة الأولى وصلت سنة 410 للهجرة المفيد متى توفي توفي ليلة الجمعة إنها ليلة الثالث من شهر رمضان سنة 413 للهجرة الرسالة الأولى وصلت سنة 410 للهجرة الرسالة الثانية متى وصلت بالضبط قبل وفاة المفيد بثمانية أشهر وعشرة أيام هناك رسالة ثالثة وصلت يبدو أنها وصلت في أيام قريبة من يوم وفاته الرسالة الثالثة ابن شهر آشب ذكرها مع الرسالتين الأولى والثانية في الباب المختص بشؤون إمام زماننا في هذا الكتاب فحذف الباب بأكمله يبدو أن الرسالة الثالثة خطيرة لا نعرف ما الذي جاء فيها لكننا إذا قرأنا الرسالة الأولى والثانية فإن الرسالة الثانية أخطر بكثير من الرسالة الأولى فيبدو أن الرسالة الثالثة كانت هي الأخطر وكانت في زمن قريب من يوم وفاته هكذا بحسب تسلسل التواريخ المرتبطة بالرسالتين الموجودتين بين أيدينا على أي حال هذا تحريف شيعي ينقل عن صحيح الدار قطني الدار قطني عالم محدث سني معروف من كبار علماء السنة متوفى سنة 385 للهجرة صحيح الدار قطني لا يوجد كتاب بهذا الاسم في زماننا ربما كان موجودا ونقل عنه ابن شهر آشوب المازن داراني وربما هو كتابه السنن فالدار قطني الدار قطني نسبة إلى دار القطن وهي محلة من محل بغداد هو ينسب إليها محلة من محل بغداد في الزمن العباسي الأول يقال لها دار القطن وهذا الرجل منها ينسب إليها فيقال له الدار قطني كتابه المعروف السنن سنن الدار قطني أما صحيح الدار قطني هناك من عوام السنة من يطلق على سنن الدار قطني صحيح الدار قطني لكنني لا أعتقد أن ابن شهر أشوب لا يعرف هذا على أي حال نقل رواية عن صحيح الدار قطني فلنقل من أن الدار قطني ليس عنده كتاب بهذا العنوان إنها سنن الدار قطني إذا ما رجعنا إلى سنن الدار قطني فلا توجد هذه الرواية هذا الحديث إتمام لذلك الحديث سأقرأه عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقطع لص بقطع يده لأنه كان سارقا أمر بقطع لص فقال اللص يا رسول الله قدمته في الإسلام يعني أنك شرفتني بالإسلام أو ربما يقول قدمته أنا في الإسلام جاهدت بين يديك يا رسول الله قدمته في الإسلام أنت شرفتني بالإسلام قدمته في الإسلام وتأمره بالقطع والآن تريد أن تقطع يدي فقال النبي لو كانت ابنتي فاطمة لفعلت هذا معها لو كانت ابنتي فاطمة فسمعت فاطمة فحزنت فنزل جبريل عليه السلام بقوله بقوله تعالى يخاطب النبي لئن أشركت لا يحبطن عملك النبي لا يمكن أن يشرك ولكن مجاراتا للكلام نفسه فهذا فهذا الكلام يأتي لا يقصد منه المعاني اللغوية المعاني اللفظية من حدود حق الألفاظ فحزن رسول الله فنزل نزل القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت الله نسب هذا الكلام إلى نفسه أيضا فكأنه أخذ يتحدث عن شريك وعن فساد في هذا الوجود فتعجب النبي من ذلك فنزل جبرئيل وقال كانت فاطمة حزنة من قولك فهذه الآيات لموافقتها لترضى سياق الحديث ضعيف وضعيف جدا ففاطمة لن تحزن إلا إذا كان هذا الحزن إظهارا فقط كي يستشعره الناس لتتبين منزلة فاطمة من أن النبي حينما قال عنها ما قال نزلت الآيات فقالت عن النبي ما قالت وقال الله عن نفسه ما قال تركيب الحديث ليس مناسبا لشأن محمد وآل محمد نقل بالمعنى نقل بالمضمون لكن الغاية واضحة من الآيات فالرواية هذه تشير إلى أن أسلوبا في القرآن واضح لا يمكن أن نفهم من دونه الآيات لأننا إذا فهمنا الآيات بحسب الظهور العرفي سيكون المعنى مختلا إذن لابد من فهمه وفقا للكناية العالية وهذه الآيات تأتي في هذا السياق في سورة الزمر في الآية الخامسة والستين بعد البسملة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك هذا أسلوب عند الله في الديانات السابقة كان موجودا لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فهل النبي كذلك وماذا بعد في سورة الأنبياء في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصف وفي نفس السياق ما جاء في سورة الإسراء في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة وما بعدها وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لأذقناك الآلام الشديدة في الحياة وفي الموت إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا بحسب الظاهر العرفي هذا انتقاس كبير من رسول الله أقرأ الآيات مرة أخرى عليكم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لأي شيء لتفتري علينا غيره إن كادوا يعني كاد النبي أن يفتري على الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا بغض النظر عن حديثي أن فاطمة لو سرقت هل هو حديث صحيح أم لم يكن صحيحا إنما أردت أن أخبر عن أسلوب موجود في القرآن وفي الروايات والأحاديث فهناك كلام إذا فهم بحدود الألفاظ يكون فهما خاطئا ومن هنا من هنا من هنا فإن القرآن تحدث عن نفسه هناك ما هو متشابه وهناك ما هو محكم وغاية وغاية الأمر أن حقيقة التأويل لا يعلم بها إلا الله والراسخون في العلم محمد وآل محمد الحكمة من هذه الأساليب هي هذه النتيجة أن نعود إلى محمد وآل محمد وإلا فإن التعبير بهذه الأساليب الذي يؤدي إلى تضييع الحقائق إذا اعتمدنا على أنفسنا قد يسبب مشكلة لنا لكن القرآن يتحدث بطريقة يريد أن يوصلنا إلى هذه النتيجة من أننا لن ندرك الحقيقة الكاملة إلا بالرجوع إليهم بالرجوع إلى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في سورة الحاقة من الآية الأربعين بعد البسملة بعد البسملة وما بعدها إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما اتذكرون تنزيل من رب العالمين ولو لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين من محمد صلى الله عليه وآله ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين هل هذا يقوله الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله بحدود حق الألفاظ هل هذا الكلام يناسب الله هل هذا الكلام يناسب محمد صلى الله عليه وآله إذا أردنا أن نفهم الكلام بحسب الظهور العرفي لا يناسب الله ولا يناسب محمداً صلى الله عليه وآله ولو تقول علينا بعض الأقاويل محمد يتقول على الله بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين هذا ما فعله شمر مع الحسين قطع منه الوتين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزي هذا أسلوب الكنايات العالية إذا أردنا أن نفهم الآيات بحدود حق الألفاظ فإن الفهم سيكون مختلاً ومثل هذا كثير في القرآن ومثل هذا كثير في أحاديثهم ولذا قالوا لنا من أن الكلمة منا تنصرف إلى سبعين واج ولنا من جميعها المخرج كيف يكون هذا المخرج من خلال المعاريض وهذه المعاريض لن يستطيع الإنسان أن يتعامل معها ما لم تكن عنده أصول العقيدة واضحة ما لم تكن عنده أصول معارف العترة بيّنة مشخصة لأنه سيقيس عليها وقت الحلقة انتهى أتمنى أن تكون الإجابة قد وصلت نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله